يد الغدر تحكم قبضتها على العراق فتغتال من تشاء وكيف ما تشاء وفي أي مكان شاءت لأسباب طائفية وسياسية وبدافع السطو والتخويف والترهيب فلا يسلم من شرها أحد تلك اليد التي تتصل بطهران وتمتد في العراق على شكل ميليشيات أصبحت رائدة في عمليات الخطف والاغتيال محافظة ديالا نالها نصيب أكبر من عمليات الاغتيال فبينما السكان لم ينهوا بعد عزاء ضحايا مجزرة التشيائلة إذ فوجئوا بعملية اغتيال جديدة طالت طبيبا مشهورا مسلحون تابعون للميليشيات أطلقوا النار على الطبيب الاستشاري المتخصص بأمراض القلب أحمد طلال المدفع وسط بعقوبة ما أسفر عن مقتله في الحال حادثة الاغتيال هذه لم تعد مفاجئة في عرف الميليشيات لكن الصدمة تكمن في دوافع الاغتيال التي تعبر عن مدى الوحشية والتعامل مع الناس كعابيد لدى فرق الموت هذه مصادر في ديالا ذكرت أن الميليشيات بدأت تساوم الأطباء على حياتهم وتخيرهم بين الموت أو العمل بالمجمعات الطبية التابعة لها وقبل أسبوعين تم تهديد الطبيب أحمد طلال للتخلي عن العمل في عيادته والعمل في إحدى هذه المجمعات الطبية مجمع ليلي في بعقوبة التابع لميليشيا العصائب أو مجمع بني سعد الطبي التابع لنفس هذه الميليشيا والخيار الثالث العمل في المجمع الطبي في قضاء الخالص التابع لميليشيا بدر رفض الطبيب هذه الخيارات فتم اغتياله على الفور أي ضغوط نفسية يعيشها الأطباء في العراق وغيرهم من أصحاب الكفاءات فضلا عن بقية السكان في ظل بيئة خوف صارت الهجرة منها حلما موجعا لكل عراقي